الفساد الكاثب غير مشروع تسلم ثلاث تقارير عن صروة نائبة محافظة الاسكندرية زيادة طائرة طارقة طائرة حلوة طائرة دي زيادة طارقة في ممتلكات سعاد الخولي سعاد الخولي امرأة رشوة من الاكل من مطعم شهير كباب وكفتة وحتى الملابس الداخلية كان بترتشي يعني انا لازم اقول ده عشان افكركم كان بترتشي من العشوة عشوة بطن لغاية الملابس الداخلية وجدوا في صروتها يا قلبي يا لغوي اقول الرقم يا محمد رحي اقوعة تقع مني يا استاذي الصروة تقدر بتلاتين مليون جنيه وهي الحد الاقصى اللي مرتبها كان المفروض خمسة وعشرين الف جنيه في الشهر ده غير شقتين بالغرداء اخرى بالمعادي شليب الشحل الشمالي ارض بالبحر الاحمر قلتم وفي الاخر ايه كانت في المحسنة كما بتقول لك لا ما تصورنيش انا معدل شعري ما هو يا اما طارت منها هبت منها خلاص ما هو ازاي وهتتساب الفلوس والحاجات دي مين لا اللي برضه هيبقى فيها حاجات مستخبية خدوا بالكم باسم مين باسم صاد وعندها اتنين زباط شرطة يعيني بقى اللي كنفعونهم سمعتهم بقت في الارض حد قال لي ان هم حد منهم قدم استقالتوا حاجة ازاي كده تلاتين مليون يا سعاد جفتهم امتى يا سعاد جفتهم ازاي يا سعاد لا خرب بيتك يا سعاد نشغلين بين انت عليل ونهار يلا ماشي الحمد لله اهم حاجة الرضا واهم حاجة بالحلال والله يا العظيم انا لا انسى الراجل اللي قاعد على الدكة عندنا حيطة ارض في البلد كده كل يعني كل شوية اروح كده يمكن مرة في السنة ولا حاجة خلال اللي عشرين 25 سنة اروح الاقي قاعد عن نفس الدكة اروح نهار الاقي قاعد على الدكة اروح بالليلة الاقي قاعد على الدكة وضحكته تملى للدنيا كده وقاعد لقم تعيش ناشف هادة يا محمود انت ويحيا وقاعد يأكل جبن قريش وعيش ناشف وفرحان فرح ويعني فيها رضا وسعيد سعادة وفي مرة قال لي وقال لك يا استاذ انا قاعد هنا اي وقت يجي لعزرقيل اقول له مرحب قابل ربنا كده وانا مبسوت عايز لقاءه وحياة ربنا